موسيقى سيسالح التقافة والفعل التقافي يقدر أن يضع حد لدى العمليات الإيرابية ولدى الفكر الإيرابي أنا أعتقد أن الحديث عن الإيراب هو حديث عن حرب في الظلام لا نعرف من يواجهنا متى وكيف وبأي طريقة وحين نريد أن نخرج من هذا المأزق الكبير وهو مأزق كوني لا يهمنا نحن فقط بل أصبح يهم العالم بكامله لابد أن نفكر في التعليم وفي التربية وأن نفكر كذلك في التقافة الاعتبار أن الأساس في الإيراب هو حين نأخذ الأشياء بشكل سطحي وحين يصبح الدين فكرة مغلوطة أو فكرة نتلقاها بطريقة سادجة بسيطة بذلك الإيمان الطبيعي العادي الذي لا يسيج ولا يحمى بالتربية وبالمعرفة وبالقدرة على الملاحظة والمساءلة والنقد والتساؤل كذلك المدرسة في تصور الشخصي تساهم عبر مقراراتها عبر برامجها عبر مناهجها في هذا الوضع كون أننا نشحن تلاميذ منذ دخولهم إلى المدرسة بتصورات وبمعتقدات وبأشياء أكبر من دهنهم وأكبر من طاقتهم وأكبر من خيالهم في حين أن مسألة التربية الإسلامية بهذا العنوان هي أساسا أيضا مغلوطة كون أن المفترض هو أن ندرس التربية الدينية ننفتح على الديانات الأخرى نعرفها نكتشفها وأيضا حين ندخل إلى الإسلام سنعرف بأنه لم يأتي لوحده بل ومسبوق بما قبله وهذا المقبل يسمح لنا بأن نفهم طبيعة الإسلام في جوهره باعتبار أنه دين مثل جميع الديانات الأخرى يحط على أشياء يمنع أشياء ويدفع إلى أشياء أخرى ولكن المنهاج الدراسي هو منهاج مع الأسف يسمح بمثل تصرب هذا النوع من التطرف وهذا النوع من الدهاب نحو القتل والأغتيال ونحو الجريمة التي تكون مبررة بكون أنها تؤدي إلى الجنة في حين أننا نضع الآخرين في جحيم وهذا هو المشكل الذي يحدث اليوم فيما يسمى بالإرهاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر